سوف نقوم بحل المشكل من خلال اتباع مجموعة من الطرق سوف نقوم بها على تطبيقك الخاص بسانجر فيسبوك من خلال اتباع مجموعة من الطرق من خلال الضغط على الضبط والإعدادات هنا نضغط عليها ثم بعد ذلك نأتي إلى هذه النافذة الخاصة هنا نقوم بالنزول إلى الأسفل ثم بعد ذلك نأتي إلى التطبيقات نقوم بالضغط على التطبيقات ثم نأتي إلى هنا إلى نافذة التطبيقات نقوم بالانتظار كي يقوم بالفتح معنا لكي نقوم بالنزول هنا لكي نقوم بالبحث عن تطبيق ميسانج وفيسبوك على هذه النافذة الخاصة ثم بعد ذلك سوف نقوم بالضغط عليها هناك وبعد ذلك سوف يأخذنا إلى هذه النافذة نقوم بالضغط على إيقاف إجباري ثم نضغط على موافق بعدها نأتي إلى هنا إلى مكان التخزين نضغط عليه ثم تقوم بالضغط على مسعى البيانات بعدها سوف تقوم بالضغط على مسعى التخزين المؤقت ثم سوف تقوم بإطفاء وتشغيل هذه فكرة كي يقوم بتحديث التطبيق وحل المشكل وهنا نكون قد انتهينا من هذا الفيديو لا تساوي الشراك والضغط لاساة اللايك ونتقل في فيديو آخر إن شاء الله